السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولاً وقبل كل شيء، اسمحوا لي أن أقدم نفسي فدوى بالعيش طالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة الناطق الرسمية باسم ممثلي الطلب القاطنين بإقامة المسيرة 2 بالقنيطرة وصاحبة مبادرة التواصل مع إدارة الإقامة للمطالبة بحقنا المشروع في التعويض عن الأشهر التي لم نستفد خلالها نحن الطلبة من خدمة الإقامة نظراً للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد المبادرة الآن أصبحت ملكاً للجميع حيث انتدب ما يقارب 500 طالبة وطالب أربع ممثلين عنهم للتواصل مع الإدارة وفتح حوار يجعلنا نتوصل لحل وسط كسائر الإقامات الجامعية بالبلاد في هذه الفترة غير أننا وللأسف لم نجد غير اللامبالات بصوتنا نحن الطلبة من طرف إدارة الإقامة رغم محاولاتنا المتكررة للتواصل سواء عن طريق البريد الإلكتروني بإرسالنا لطلب مفصل يحمل توقيعات الطلبة وكذا طلب اجتماع بإدارة الإقامة بالإضافة للاتصالات الهاتفية التي أكد من خلالها السيد المدير التنفيذي للإقامة توصله برسائلنا الإلكترونية وبرمج معنا نحن الممثلون اجتماعا ألغاه السيد المدير التنفيذي للإقامة بعد الموعد بعشرين دقيقة ما نعتبره نحن الطلبة تجاهلا صريحا لصوتنا ومطالبنا ما جعل الطريق الوحيد المتاح للطلبة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد هو الاحتجاج أمام الرأي العام ليصل مطلبنا المشروع لمن ينصفه أمام لا مبالات ولا اهتمام إدارة إقامة المسيرة إثنان بالقنيطرة بصوتنا نحن الطلبة وختاما نلتمس من جميع الأطراف المؤمنة بمشروعية مطلبنا بأن تدعمنا وتساندنا وتوصل أصواتنا المبحوحة إلى صناع القرار كما نهيب بجميع الطلبة والطالبات الذين مسهم الحيف بإقامات أخرى بأن يضموا أصواتهم إلى صوتنا لنحقق مطالبنا المشروعة كاملة غير منقوصة والسلام عن ممثلي الطلب القاطنين بالمسيرة إثنان بالقنيطرة ترجمة نانسي قنقر